قطر وجهة نظر الهام تبنتها؟ طبعا حسن؟ كتير ايه اكتر حاجتها بتحكيها لي لا يعني دايما دايما في حاجات كتير عموما حتى في الحياة الشخصية ممكن ادخل في جدال كتير عشان قطر الهام ولكن يعني مثلا كل ما حد في برنامج او حاجة يسألوني مثلا على موضوع التبرع بالاعضاء ده هل انت موافق على ده؟ لا تحرية شخصية اولا تحرية شخصية هي رأيها مهم جدا ومستنير جدا وفرق جدا ومهم جدا ان الرأي ده هو اللي يبقى رأي الاغلبية يعني كل واحد حر في رأيه على فكرة في الاخر كل واحد حر في رأيه ومش معنى ان انا وانتي اختلفنا في الرأي بانا وانتي لازم نبقى عداء لا خالص هحترم وجهة نظرك تحترم وجهة نظري ونقف عند ده ولكن انا لما كنت في امريكا انا شخصيا يعني دي حاجة انا مقتنق بيها على فكرة من زمان جدا لان انا مما جيت عمل رخصة سواقة في امريكا بيسألوكي دونر ارناط يعني انت متبرع او لا فانا كنت اقيل اه من وانا كنت عندي 17 سنة قبل ما انا عندي 17 سنة قبل ما الان تفكر في الموضوع اصلا وانتي طالما مكتوب في رخصتك كده دونر لو انتي عملتي حادثة لقدر الله وحد توفى في الحادثة دي لو لقوا في رخصته كده قبل ما يرجعوا الاهل وقبل ما يعملوا اي حاجة هم بياخدوا كل الاعضاء السليمة ويبدأوا يتبرعوا بيها الناس شوفي بقى بيحيوا كان بني ادم يعني مش عصدي ان هما بيحيوا يعني بيصحوا لكن بيساعدوه ان هو يبقى انسان كويس لو في حد محتاج قلب حد محتاج عين حد محتاج كلا حد محتاج كبد ايه الغلط او ايه الغلط او ايه الوحش في ده طب انا عايز اسأل قبل اسمحني سوير قبل الوحش انا لما شفتك وانتو كعائلة يعني النهاردة لما باجي اقرأ انتو كعائلة الهام هي الكبيرة نجمة في مجالها ايه ناس نجمة في مجال الستايلينج والشغل وانت بداية نجم جديد صاعد واخوك منتج ممتاز وعنده رؤية كبيرة بتتعاملوا ازاي لترابيسة صفرة واحدة يعني يبتبع عادة كوميديا جدا يعني احكولي كده وانتو عادين انتو الاربعة كده مع بعض الحوار بيعمل ازاي لا احنا في الاخر احنا بنقدمين طبيعيين وبنتكلم عندنا مشاكل الحياة وعندنا كل حاجة وبعدين احنا الاربعة كاخوات ودي امي الله الرحمها اللي عملتها احنا صحاب وقريبين لبعض جدا يعني بغض النظر يعني تقولوا لبعض اسراركم كل حاجة كل حاجة بنقول لبعض كل حاجة والحمد لله ممفاتحين جدا وبنعرف نتكلم مع بعض وعندنا كلنا لجة حوار مع بعض فلا مثلا لو اتفتح مثلا حاجة في السينما فالراجي بقى على الشقلباز اللي بيبقى حاصل في النقاش طبعا كل واحد برأيه وكل واحد بيقول حاجة لان كل واحد فينا ليه رأي وليه وجهة نظر بس انتو عائلة موتة مسكة الحمد لله يعني انتو عندكم موعين مثلا للأكل تاكلوا مع بعض معظم الوقت انا بحس ان انتو نوعية العائلة المصرية الطبيعية جدا طبعا جدا طبعا على ترابيزة على ترابيزك الصفرة ولو كلنا في البيت في نفس الوقت ما حدش عنده شغل يعني اللي موجودين كلهم بيعضوا على الصفرة مع بعض طبعا كانت له ماما موجودة ولا بقيته حارسين برضو حتى بعد ما هي ماما اللي عملت ده هي ماما اللي عملت ده منه من أيام ما كانت حيوتي موجودة الله يرحمها والحمد لله احنا لسه مكملين عليه يعني طب قولي بقى ايه للتاتو التاتو ده عشان الطيران يعني ده انا هامله من زمان يعني طب